حقيقة في مشهد يلخص مصر النهاردة المخبر اللي استردى انفاسه اللاهتة ونزل في البلد اللي معمول فيها حظ التجول في مشهد عار بس من الغباء قال لك مفيش ناس فيش حد مصر محفوزة بامر الله ثم بشعب عظيم وجيش عظيم اطمئنه مصر بلادكم بخير وملعون ابو الاخوان والله مفروسين وهيموت بس بس حضرك انت عارف انت اللي اللي لما بتسترد نفسك بعد انقطاع النفس هو ده هو ده هو ده كان بيحتفل ان البلد بلا مواطنين بلد بلا مواطنين وكأن المشهد ده مش مشهد عار عليه وعلي خلي فوق لا لا هو ده بيحتفل بالمشهد مشهد يعني عجيب جدا المفروض ده المفروض ده الواحد يتكسف منه ان البلد هذه الالة الامنية مفيش مفيش ده في واحد عامل كوميكس كده عجبني جدا عربية من العربية الموز تقول لك النهار ده مصر بلاد الموز شرطة ومخبرين وعربيات امن ومدرعات وموز في رسالة موحية موز ففي عربية موز تسابت سابع واحد بتاع قالك ده اللي هو بتاقل على عربية الموز ده تريدته هتتأخر من كتر ما منزلش ده في فيديو تاني برضو ازا ياريت انا بقول ده عشان زمايلي يعني شاكرين لما الحاجات دي يجيبوها الراجل اللي راح يدفع الغرامات راجل نروش في اي حاجة خالص خالص فلاقى راح المرور مبارح لقى عليه اربع غرامات الفيديو ده عايزو يا جماعة بالله عليكم مهم؟ لقى عليه اربع غرامات ويقول لك انا معليش الغرامات دي راجل كبير يعني فمعليش الغرامات دي خالص فقدمت تظلم او اعتراض حاجة كده على اربع غرامات قال له انا مروح البيت بس سايق لقيت التليفون قهد يعمل تين 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 مش فاهم في ايه قال فلما معرفت امسك التليفون فامسكه لقيت اربع رسائل متتالية ان الغرامات اتشالت يا امه نيازي صح نيازي واقولي له الغرامات اتشالت الغرامات كلها شالوها فاهم فاهم انت بقولك شالوا الاربع غرامات قال له انا ما صدقتش انا ايقنت انها مش مصر في حاجة غلط فانت راجع المرور تاني عشان اتيقن من هذا المشهد واحد يصرخ يقول له الغرامات الاربع تشالوا في مشهد استثنائي فاهم اللي هو الرشام كل حاجة اه اه كاراتين هنشيل المخالفات لا هنبوسك بنبقك لا هنبوسك بنبقك لا هنعملك ما عرفش ايه فاهمد موسى واللي جان وصفحاتهم بيحتفلوا ان مفيش مظاهرات في بلد تم اخلاقها بقوة السلاح بقوة السلاح يعني مش هد انبارح تخبط لا المواصلات مش شغالة لا بتاعه هنبدأ نعمل له الصيانة المتاع هنكملها وهنبقى كويسين تاني الموز اه وريني الكوميس بقى الموز ربنا احفازك عبدالله اه كريني الكوميس بص اه قالك سيادة العميد سابل الخدمة ده فيها وقفة ايه دي عربية الموز دي عليها بص الدهار ده اعتقد المفروض الموز ده هلقل كانت وزعه لسه همم ملاقوش حد يوزعوا يوزعوا عليه بعد اليوم اه اه الفارغ ملاقوش حد يوزعوا عليه الموز التليفون ناطا ملاقوش حد يوزعوا عليه الموز وريني اهالة دوميات وكبرى اصل النيل ورابط مدينتي بص كل الصفحات دي مركوبة واعتقد ده للك عليها من زمان المشهد اه في الصفحات اي صفحة عاملة عدد المخابرات رجبه ده رجبه هاني شاكر قصدي رجبه صفحة هاني شاكر صفحة هاني شاكر من ده اهالة دوميات الجديدة من ده التحرير اليوم اليوم ودته الشعب فينية حازم معلش الشعب حضراتك كان في رحلة الفايد طلع رحلة الفايد خمستاشر جنيه بالوجبة كبرى اصل النيل من ساعة فرصة للسادة المخرجين الذين يرغبون في تصوير مشاهد للقاهرة في التلاتينات من القرن الماضي يقدر يصور المشهد ده ويقول انا مش بقى يعني اللي ينزل يحتفل بداي بقى متخلف كبرى اصل النيل منذ قليل فليحفظ الله مصر واهلها من الخوانة من الخوانة مدينتي طبعا عنو مين غير سكان مدينتي مين غير سكان مدينتي يعمله كده مين غير صاحب مدينتي يعمل كده الكتبات كلها فاضية الحمد لله عرفنا نفضي البلد تماما في حين مصر كانت بتحتفل ان في مظاهرة في مؤتمر المناخ والله مؤتمر المناخ ده لازم يتعمل له قناة المناخ جومدي ما جايش حاجة احنا القناوات عندنا سهلة جدا يعني ما فيش اي حاجة مظاهرة شحاتة نهار ده البلد بتحتفل مظاهرة شحاتة مرتب لها النزاة قال ايه عشان تعويض البتاعات المناخية بقولك المناخ جومدي الاضرار والخسائر مظاهرات عارمة لتمويل اثار الناجبة من انتغارات ومناخية بقنبة المناخ طبعا احنا اي حاجة بناخدها من اضربها في الخلاط بتطلع فين انت فاهم في الصندوق تحيا مصر تحيا مصر قالك تظاهرات عارمة عارمة عايزين اي فلوس اي فلوس اي حاجة اي حاجة اي حلو حدك احنا جايين في اي حاجة اي حاجة اي حاجة ده غير المظاهرة الفضيحة بتاعت اليونيفورم اللي نزلت تتظاهروا مش عارفة تظاهر ليه عشان علاء مين وعمر مين عامرة عفيفة نوضوع كوميدي جدا تظاهرات باليونيفورم فضيحة اخرى بتاعت اليونيفورم اللي ترتب في مجلس المدينة المشهد ده برضو تاريخ يا جماعة في المناخ كوميدي اه والله العظيم تاريخي المفروض الناس دي تستعر من العار اللي هم عايشين فيه مش ينزل العبيط يصور شرع الفضية يلا طيب ازبط ازبط البنات طبع البنات دول بناتنا زي ما قلت لكم وليهم عندنا كل الحب والاحترام والتقدير لكن ربنا ربنا يزيح الغمة ربنا يزيح الغمة فاكرينتو البنت اللي جبناها اللي هي اللي تلات قلت لها واسمو علاء ايه احنا جايين ضد بينا عامفتاح والتاني عامرة عفيفي وبتاعها كاسا طب اليونفورم ده جايبينوا منين ده لقاء عملوا مزيح في اه 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 قناة اه اه عربية باي معها بيسألها يعني ما كانش كنتاية كان كنا بقول لكم كان فيك مية كاميرات رعيبة لكن ما الحوء بصوا اليونفورم بتاع مؤتمر المناخ احنا كنا عاديين بالصدفة في مركز المدينة بالصدفة واحنا قررنا قال لها انتو قررتوا ميقلوا احنا اعتبرنا موفد حضرق موجودة يعني اه فقررنا كلها نلبي سازرق انما انا مواطين عاديين ده من جنونهم رقبوا لواتب بتاعت الناس المشاركين في المؤتمر الناس بتنسق مع بعض قالك دول بياخدوا تعليمات بيرقبوا بص انت متخيل مرائب الضيوف الاجانب ارادوها هكذا واراد الله كشف ساترهم تصوير التعليمات القادمة اليهم على هاتوف المحمولة من قلب قاعة مؤتمرات الحدث من قلب عاصمة وارد السلام اه اه شرم الشيخ عمر عفيفي آه صديق عمر درويش ها ها عمر درويش يخرب بيوتكم يخرب بيوتكم الكوميديا السوداء بقى اكتر الكوميديا اه ايه دي وريني اه بص بص حلوة ايو دي السنة بعد اسنة دي السنة وكما تجيب سناء علينا جميع الوقوف والخلع لدينا صداري للكشف على القميص ثم عن تنتهمي عن جواب باتسي وأنيكا تقول حرروا واحنا كل جواب حررهم جميعا مرات ثم نجل استكرارا بعد تسالك تسلم لنا سناء قميص احتياطي والتقاط صورة وإذا كانت بخير يجب علينا تغييره لما هو رسالة قادة العالم أو القيام دي بص عديك بيرابه ايه فهم العسابة دي برؤوبة حتى من الضيوف الكوميديا السوداء اكتر كانوا بيحتفلوا بمظاهرة فيها اربع افراد بالعدد مش اربع افراد يعني مجازا لا اربع افراد بالعدد في اميركا قالك دول بيقيدوا القضاء المصري القضاء المصري اربعة اربعة اللي احمد موسى النهاردة كان هوم دول هوم دول الاربعة مرات السفير وبنت خالته وبنت عمته والشغالة ده الاربعة اللي جايك ربنا يحفظه والشغالة برقابتهم اه والله في حين ان كان في ناس بيحاول اعترضوا على كلمة بايدن في المؤتمر النهاردة كانوا يرفعوا لفتة الامن راح اععدهم وانا مش عارف حقيقة عشان اكون صادق معاكم ده امن مصري ولا ايه بالضبط اشتركوا في القناة مش بتدورة على فلوس مش بتدورة على فلوس منح كوميدي وباشتراك هتكسر الدنيا باشتراك